تواصل الوزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية إلى ذلك تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13 ألفا ومائتي عبوات زيت طعام وأما في مجال السلاء على السلع المدعومة تم ضبط 3.7 طن دقيق مدعم وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 564 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للصونات البتجازة تم ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب كما تم أيضا ضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء كما تواصل وزارة الداخلية شن حملتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني إلى ذلك تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية التجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري هذا وقد تم ضبط أيضا ما يعادل من 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر